يعني عندك تجربة أكاديمية طويلة في هذه المدينة بدون شك أنت كنت طالب ذاتنا يوم ليس في باريس كنت في بلادنا في لمن كنت طالب وأنت تعلم طلاب في الغرب الطلاب أسئلة هؤلاء الطلاب طالما عم نحكي على فكرة السؤال أو تجاوب مع الأفكار اللي بتطرحها فينا نختزلة بشيء يعني نعمل مقاربي مقارني بين هذا الطالب الذي هنا والطالب الذي في جامع عربي أنا طبعاً من حسن العظيم أنه أدرس كليات النخبة يعني أنه في فرنسا الجامعات للجميع وفي هناك كليات النخبة اللي تمر بامتحان انتقاء على كل مستوى في فرنسا لأنه هو دين يديروا المجتمع هم يديروا المجتمع هم طريقهم مفروش بالورود وهم أساس كل شيء أنت تدرس النخبة أيوة وهذه الأذكية جداً بالفعل الأذكية جداً جداً حياة معهم لذيذة يعني قصدي أنه تتعلم منهم يستفيد منهم كمان وهم يعني عقلية علمية بحثة يعني سؤالك مهام جداً لأنه أذكر أنه حصل لي بعض الدول العربية أنه أنا أمر أعطيه محاضرات وأشياء عندما يجي شيء جديد الطالب يقف يضيع يضيع ليس لديه أي قدرة لأنه عقله لم يؤسس على التفكير على الإبتكار هنا كلمة الإبتكار كلمة الإبتكار هي الكلمة الأكثر ترددية بعد خبار زمية ربما فالتجديد عقلية التجديد في منتها الأهمية سؤال جدي وأساسي يعني الطلاب العرب اللي كانوا موجودين ضمن زملاء النخب اللي تتخصص لإدارة مجتمعاتها أو بعض فروع مجتمعاتها بدون شك أنت بتراقب الفرق بين هذا الطالب وهذا الطالب هذا الطالب الذي أتى من الشرق من المغرب العربي أو المشرق العربي الموروث عمله إعاقة للتفاعل؟ هو يعني يعيقه في البداية أكيد لأنه ما كانش له نفس الظروف اللي تأهلت اللي يعطيت للطالب الآخر من الطفولة فتجده أقل قرأة في السنوات الأولى الجامعية أقل مقدرة على التجديد في البداية بس بعضهم يأتي بحماس كبير جدا تجد أنه حماسه يكون مضاعف بالنسبة للطالب الأوروبي أو الفرنسي اللي حياته بالنسبة له مفروشة بورود ويكفيها أنه يشتغل شوية عشان يمر فيغطي النقص